كيف يبدأ الفيلم دينا في مدينة أمريكا؟ في واحدة الليلة دخلوا البوليس على ابن تسميتها كوني وشدوها نرجعوا للور بشأن نفهموا القيصة هذه كوني كانت رياضية وربحت لتد الميدالية الذهبية في الأولمبياد مراهعة ازلت اللعب حيث لم يكثل بحواله من هذه الرياضة وبقى تقل صغير في الدار مع رجل هاريك الذي يعمل في دار الدريبة وهو ما كانت علاقتهم ماشي تلهي حيث هذه المدلة المزوجين فيها كلها ما زال ما ولدوا فيها وخسروا بكثير الفلوس في العملية غير بشأن تولد كوني ومنين صدقات لهم واحدة العملية في الآخر لم يكملت الحمالة رجلها لم يكون عجبوا الحال في خطرة حيث تخسر بكثير الفلوس عليها وحتى على المهيبة ديالها حيث هي كتبغي تجمع الورقة للعروض وكي تجمعهم سيخصى تشريب بكثير حواجم السوبر مارشي هذا الشيء كانت تكدير وفش كانت تولد تأتي بسلعة كثيرة جدا وتجمعها في البيت اللي مصوبة لولدها وفي الآخر لم يصدقات العملية وبقالبي تعامر بذلك الشيء هنا رجلها قرر يمشي يخدم في مدينة أخرى ويرتحوا من بعضياتهم قليلا كوني وفقات على القرار دياله وحتى هي بغت ترتاح منه حيث في مما يكون في الضار يبقى يقول لها أنت مخدامة وأنا كنخسر في الفلوس عندما رجلها سافر هي أخذت رحتها في الضار وكانت تأتي عندها جارتها جوجو اللي كانت سكنة مع أمها جوزي وكانت عندها نفس الهواية كوني حتى هي كانت تجمع الكوبونات العروض السوبر مارشي وكانت تبيع المنتجات الماكياج وعندها قناة في اليوتيوب تبيع فيها السلعة ديالها في واحد النهار كوني خرجت شريع عود من السوبر مارشي وعمرت الكروسة بزاف ديال السلعة فشمشت تخلص كنت ملموضة في غريغ اللي تعصب بزاف حتى مع طلال كليان اللور وزاد عصباته أكثر فشخرجت الورقة للعروض اللي اسميتهم الكوبونات والذي ينقصوا لها الخلاص من ١٠٠ دولار إلى ١٦ دولار وهي هذا الشيء يفرحه بزاف مشتل الضار وبدأت ترتفع ذلك الشيء اللي شرعت ثم شفت النونس اللي مرسوم في الحيط وتفكرات والدها اللي مكتب له جيل الدنيا غلسات مقلقة في الكرتي واخدت الكورنفليكس من انكلات وجه الماداق خائب وفي شكل اخدت بي سي ديالها وكتبت ايميل للشركة كتشكل لهم فيهم الماداق ومن الكمية اللي انقعتها قليلة الشركة جاوبتها وطلبوا منها السماحة وصفت لها كوبون لكي تعاود تقضى من سلعتهم بـ ٨ ناقص هي اخذت الكوبون ومشت للسوبر مارشي جاءت لها عند غريك وهي فرحانة حيث الشركة هي اللي صفتت لها اعتدار كوبون غريك قال لها هذا شيء عادي الشركة من ديما يديرها كبشر يردون الكليان ديالهم وهنا جاءتها فكرة ومن المشاة للدار بدأت تكتب ايميلات للشركة كلها وتشكيلهم من سلعة لهم وخما فيها حتى مشكل وهذا شيء يجب عليها الكثير من الكوبون لكي تقضى فابور ومنها جاءت لها جوجو تصدمات من العدد الكبير الذي لها وقترحات عليها تشري منها شيء واحد يمثل من كبيرهم هنا جاءتها فكرة أخرى وهي توليت بيع الكوبون وفي حال ما بعتهم سيكون ربحة 100% قلسته مع جوجو يقلبوا كيف يجيبوا كوبون ويبيعوهم ولكن كانت كوني ديجا سيفتا تلقاع الشركات وفكروا بشي قصدوا البلاثة في ان تصنعوا هذه الكوبونات ومن يقلبوا وقعوا المصنعهم في الميكسيك وفكروا بشي يمشيوا له ويسرقوهم منه جوجو لم يقدرها في الأول ولكن من تفكرة الكريدي اللي عليها وافقات نمشي دابل السوبر مارشي ونرى واحد لمحقق اسم ميتو كيم وهو المسؤول على مراقبات الغش ندخل بشي يدير خدمته والتي يقلب جيدا في الكوبونات والقصائم للشري اللي عند الكليان لكي يتأكدوا كيف حقيقية ولا مظورة وفعلا مرمى قلب السيدة كبيرة في العمر القاصة يمن اللي جايب معها لقىها مظورة هذا الموظف قال المحقق غير يسمح لها حيث هذه السيدة كليانا قد يمديهم وبعينها مقصدات تجيب كوبون مظور ولكن كيم لم يريد أن يسمح وقال له هذه ختمتي ونديرها وحيث كان تهدرت وقاصحها خلت السيدات أصبات عليه هذا كيم ديرها كم ديمة قبيح لدرجة واحد المرة كان ركب في الطيارة وقالت من جهة السرجم وكانت أحدهم رأوا بنتها طلبته يجعل ابنتها تقلس في الكورتي دياله وكيف تبقى تشوف في السرجم وما تبكيش كيم قال لها لا لا أريد وبنتك خاصة تعلم بلما لا يوجد أي شيء بغينها في الحياة سيأخذوها نرجعه دابع عنده وما لم يكمل خدمته شت طريق الدار الذي كان في مدينة أخرى وغير دخل الدار كان عايش غير بوحده شعلت تلفازه وغوت على حر جهده بحل الحمق لغتله كان نشوفه كوني وجوجه وصلوا للميكسيك ووقفوا قدام المصنع وقوقوا يحده وقوقوا حتى يلقوا حد خدمته وهنا شفوا واحد الجوجه وهم أمور الشركة ومخرجين كوبونات مصروقين واسمياتهم روزا وآليخاندرو وقالوا هذا هو الهدف الذي يقلبوا عليه مور لم تحركوا من تماما تبعوهم بالطيو موبيل أليخاندرو من ينشافهم خاف منهم جبت السلاح ولكن كوني قالت لي ما تخافش جينا غين عرضوا عليك خدمة وفعلا طلعوا معهم ومشوا معهم للدار تم عرفوا باللي روزا حاملة والمصاريف ديالهم تزادت ذاك شعلش يقلبوا في قناة أخرين على الفلوس كوني قالت لي هم الفكرة ديالها واللي هي يخرجوا لهم الكوبونات من الشركة وهي غد يتبيعهم فميريكان أليخاندرو مبانش ليفاد البلان ولكن روزا قنعته حتى عجبتها الفكرة أليخاندرو سمع له درتها وقال لهم حتى الدوانة في الطريق لا تخافوش منها حتى يتغير كوبونات هذا حتى حتى لا يعرف رهم شي قانونيين والخطة أنه يزل الكراطن دي القصائم الشرى اللي مقرر الشركة ترميهم وهو اللي مكلف لكي يرميهم ولكن هذه المرة سيهربهم ويصفتهم لهم أميريكان وفعلا مور مرجعوا لبناء للدار وصلاتهم الكارتون اللي ولمع البوستة صحوا بوسيت في الانترنت وضعهم للبيع وحتاجوا وجوب تدير إشهار في القناة ديالها لكي يدخلوا منها وهكذا بدأت الفلوس تدخل عندهم كالروز والأرباح يتلعون بالزربة ومور مدات الشركات بدأت تخسر صفت المحقق كم علموه وصفت له البلايز من اللي تشرتها تتلعب الكوبونات وهو بقى سيمان هو يقلب في ذلك حتى تلقى اسمية الكارتون وحدة من الناس اللي اخذت بتمان ناقص مشا عندها حقق معاها هي قلت له بأن الكوبو نشرته مسيس في الانترنت وشافت إشهار له في قناة على اليوتيوب كيم اخذ اسمية الكارتون لهم وتجعله رأيه فالقم كتوب جملة اللي دي ما تقولها كوني والتي هي الصوفير يربحك الدولارات نمشي عندها دابل الدار هيك نتقل سمع جوجو تماجه ميصاج أن الحساب ديالهم في البنكة تسد حتى يتأكدوا من يجلبوا الفلوس ديالهم حيث تجيهم فلوس كثيرة وفوق تخصير وباشير يرجعوا يفتحوا الحساب خاصهم يقدموا وراق على أساسرهم شركة وهنا ضخوا ما يعرفوا ما يديره جهتهم فكرة جوجو اللي شاهدون عليهم وبالزربة مسحاتهم لها من القناة وثاني حاجة قلت لهم خاصكم تستغلوا مشروع والذي سيكون الواجهة ديالكم لكي تخدموا فلوسكم كيف ما بغيته وثالث حاجة يديروا كارتات وحسابات في البنكة ماشي بسمياتهم وحتى الضرفين يخدموا ويبدلوها وما يبقوا في دار كوني والفلوس الذي يربحون ويخدمون بها حتى تفوت عليها ست شهر لكي تكون فيسمياتهم بلا مشاكل وطلبت منهم 10% من ربحهم على وضع النصائح والحلول لها ومور ما خدموا بهذه النصائح اللي أعطيتهم تينا المحقيق كيم كبرت عليها القضية ونقشل قليها حل فهمش أعطى القضية الـ FBI اللي ضحكوا عليه حتبنت لهم قضية صغيرة ومشي مهمة ومن ينخدوها منه أعطوها الموظف صغير عندهم اسمي توجون أما كوني و جوجو بدأوا يديروا ذلك الشيء اللي قلت لهم تينا وخلو المحل اللي كتبع فيه جوجو البرودوية جميل ديالها هو الغطة اللي مغطين به على الحساب ديالهم باش ميتسج وفعلا الخدمات قدت ورجعوا الأرباح كي يطلعوا المحقيق كيم ما بغاش ينسى هذه القضية وديما كيسفت إيميلات للـ FBI كيسولهم فين وصلوا في التحقيق مرمدة 6 شهور بغاوا البنات يخرجوا الفلوس يصرفوها وتفكروا الهدرة ديالتينا وقرروا باش يخرجوا الفلوس ويشربوا بها الحوايج اللي ممكن من بعد يعودوا فيها البيع ويربحوا منها وثاني كوني مشات باش تخرج الفلوس من البنكة وقلت ليهم بالله هذول خلاص ديال الموظفين اللي عندهم من بعد خداو الفلوس ومشوا وشربوا طنوبيلات وطيارة وحوايج وأسليحة وآخر حاجة مشوا للاس فيغاس قلسوا كيتعشاو وسولوا بعضياتهم ماذا ما زال بغان ياخده جوجو قلت ليها بغيت نشري دار لماما وكوني قلت ليها بغيت نعود ندير العملية باش نقدر نولد نرجعه عند كيم اللي جاه تليفون من جون وقل له باللي ما قدر يوصل للتحجم للسيت حيث شي يحدم سح البيانات والمعلومات اللي ممكن توصلهم ليهم ولكن عرف بالليهات السيت كي يخدموه بالبوستة كيم قال له صافي انا غدي نحقق مع البوستة مراهام شاكي متلقى بسيمون المفتش ديال البارد وقل له كل شي على القضية سيمون قال له شريم للسيت هكذا غدي تقدر تعرفهم هو ما شكون وفعلا دوز كوموند في السيت أمور يومين وصلتهم البريا في البوستة من يقلبها سيمون قال له مكتب عليها ولاية كينساس ولكن الكود بار لأرقام دياله ديال الولايات اريزونا سيمون قال له انا غدي نبدأ البحث ديالي في ولاية اريزونا هنا كيم طلبوا باش يمشي معه حي تعرف البلايز تمام زيان في نفس الوقت مشات كوني وجوجل عن طبيب ديالها باش يعود لها العملية هو قال له هاد المرة ديالي تكون هي اخر فرصة لك في الليل تلقوا بتينا ولقواها مع الصبا سؤولاتهم على فلوسهم في نهية قالوا له هارا خرجناهم وشرينا بزاف ديال الحويج اللي ممكن نعودوا نبيعوهم مع وثاني هي قالت لي هم رقم غير كتخربقه حيث الفلوس كانت تسميت شركة جوجو وقالت لي هم اللي احسن تمشي وتبيعو دك شي اللي شريتو وترجعوا الفلوس للبانكة في واحد النهار جرج الكوني من الصفر وقاء بزاف ديال الحويج مبدلين في الدار وشفت الفاز اللي غالية بزاف مني نسولها قالت لي هم اللي خدمت في التسويق فقال لها مزيان غير من باعدتي من هذك الكوبونات اللي ما منهم تفايدة نرجع لعند كيمو سيمون اللي جاء الولايات اريزونا وبدأوا يقلبوا في السوبر مارشي وكي يسولوا الموظفين ما عليش يحضن بلي بشرب الكوبونات بقوة تقلاب طاحف كريك اللي قال لهم اهكاينة واحدة ووصف لهم الشكل ديالها وقال لهم الجملة المشهورة اللي ديالما تقول وهي التوفير يربحك الدولارات هنا كيمتفكر هذه الجملة هي النيت اللي كي نفسيت ويتأكد باللي هذي اللي كيقلبوا عليها من بعد مشهوهوها للبسطة ديال الولايات وعطى المواصفات الموظفين تمدين كوني ولكن ما عرفوهاش ومنين تجبد الموضوع ديال الكوبونات هنا كان الموظف من بيناتهم اسمي تو اير وكتعجبوه جوجو ودهما كان يشوف الفيديو يد دياله ويكتدر على هذا الشي في نفس الوقت كوني وجوجو يقلبوا على بلايس وناس اللي تشري منهم ذلك الشي اللي عندهم وفشكنوا في محل ديال القهوة شاهدوا جوجر جل من نادي الصيد وطلبوا منهم العنوان ديال النادي ومشاوليه ودهوا معهم الأسلحة اللي يشراوها بشي بيعوها لهم رئيس النادي مبغاش يشريهم ولكن جوجو قلت ليه ثمن ديال البيع سيهبط بزافي لشري منهم كل شي وفعلا عجبوا العرض وشري منهم سلح اللي عندهم كامل من جهة أخرى معلومة على جوجو وما لم يخرجوا من عنده ومشا هو لدار جوجو وكتب ليها رسالة بالاسمية يحضرها فيها ودهار مها في صندوق ديال دارها شاهدوا أمها جوزي وسؤولته من عند منجات هذه البرية فقال لها ما عارف وهو ما كان عارف بللي كيمو سيمون حاضينه ودابا جابهم حتى للدار ديريكت بقى واحدة دارها كيسينه وحتاجت في الليل ودخلت للدار في النهار الثاني فاقت وتخصمت مع أمها ومدتها في البرية اللي كانت محطوطة أمها من بعد خرجت خذت تونوبيلتها وغادل الخدمة وكيمو سيمون تابعينها وغير شافوا كوني عارفوا بللي هذين يقلبوا عليها من المواصفة اللي أعطاهم قريك قلوا تابعينها حتى هي وعرفوا دارها جمعوا فارق التحقيق ديالهم وقلتوا بلقوا في الهوية الحقيقية ديالهم في الليل فاقت جوجو التاكل وقعت هذه البرية اللي مكتوب فيها بالليل بوليس عارفوها وخصتها رب وما جاءت فين تقرأها وتهرب حتى كان فات الفوت والبوليس وصلوا عليها وعلى كوني وشدوهم كاملين الغدلية تضعوا في الأخبار وكل شيء يساق لهم الخبار إيرت تضمنين شاف جوجو متهمينها وقد يدخل الحبس أما أمها قلت للبوليس باللي ستقول لهم كل شيء من الأول وحتى رجل كوني يرجع من الصفر وقل للبوليس مستعد نعاونكم جوجوحة ولا تنكر ولكن ورّوها الفيديو ديالها اللي كانت تضع في اليوتيوب ومسحاته حيث تجدوه ما زال في البيسي ديالها وهكا عطار فات وكوني لم يجدوه معها مشكل حيث عطار فات بكل شيء وقلت لي هم لم يكن في خبارها باللي ممكن توصل العقوب حتى الربعين عم ديال الحبس كما قال لها إذا تحملت المسئولية بوحدك ستقدر جوجو تخرج بكفالة متهمة وفعلا وفقات تحمل المسئولية وجوجو خرجت بالكفالة اللي خلصتها عليها إير وجدت لقاها بالورد وهي خارجة أما كوني جاء عندها رجل هاري كل الحبس وبقاك يخاصم ويغوت عليها كيف العادة هي قلت لي شوف من الأحسن غير طلقني كيمو سيمون كملوا التحقيق ديالهم وكانوا باغين يوصلوا الروزة وأليخاندرو ولكن لقاوهم هربوح يتشافوا البناء تشده ونهار المحكامة كوني جابت محامي مشهور اللي قال في المحكامة باللي كوني وجوجو لقوا تغارات عند الشركات وخدموا بيهم كيف مما يديروا الشركة نيتو بسمية القانون القاضي قطع نعب هدرته وحكم على جوجو بعشر يام ديال الحبس وكوني حكم عليها بـ 11 شهر ديال الحبس منذ ان كملت المحاكمة كيمو و سيمون سولوا المحامي ديالهم لماذا العقوبة كانت هكا المحامي قال لهم باللي شركات تنزلت على القضية لكي لا يخسروا تصويرتهم في السوق ويتشوه سيمون قال لكيم باللي عجباته الخدمة معه يتوارج المزيان وهذا الشيء الترف كيم وخلاه يتبدل ويكون ضريف مع الناس أما هناك فجاء الضار يزح ويطلق كوني اللي كانت نجحات لها العملية ودابا رأيها حاملة و سيتدوز لمدة الحمالة ديالها في الحبس بالنسبة لجوجو فمشا تخرجات كراطن كانت مخبعهم في البيت ديال بيبي ديال كوني واللي كانت مخبعة فيهم بزاف ديال الفلوس بهم باش يتكمل حياتها هي وإير وفتحات بهم شركة ودابا كتصنى غير كوني تخرج من الحبس باش تخدم هي ويها ويعودوا حياتهم من جديد وهنا تسألة الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية طالوا ونتلاقاوه في الفيديو الجاي